أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن كل محاولات التوغل الروسي في مدن البلاد باءت بالفشل وقالت الهيئة أن الوضع في كيف تحت السيطرة أيضا أشارت إلى أن الطائرات الحربية الروسية كثفت من قصفها على المطارات العسكرية والمدنية والبنى التحتية من جانبها قالت أو قالت وزارة الدفاع البريطانية أن تقدم القوات الروسية صوب كيف تباطأ والسبب الإخفاقات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية الشرسة أيضا أضافت الوزارة أن الجزء الأكبر للقوات البرية الروسية لا يزال على بعد أكثر من 30 كم شمالي كيف وقد تباطأ التقدم بسبب القوات الأوكرانية التي تدافع عن مطار جوستوميل وهو هدف روسي رئيس منذ اليوم الأول من هذا الصراع أيضا ذكرت الوزارة أن القتال العنيف مستمر حول مدينتي تشيرنيهيف وخاركوف مشيرة إلى أن المدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية أيضا نشر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فيديو يظهر استهداف أنظمة صواريخ روسية عبر طائرة مسيرة من طراز بريقدار نتابع كما أيضا أظهرت لقطات أخرى مصورة أثار استهداف رتل تابع للجيش الروسية في مدينة تشيرنيهيف وهي الواقعة تحت الواقعة شمال الأوكرانية نتابع هذه الصور في المقابل أعلنت توزارة الدفاع الروسية سيطرتها الكاملة على الأجواء الأوكرانية متهمة سلطات كيف باستخدام السكان كدروع بشرية كما أيضا أضافت الوزارة أن قواتها سيطرت على محطة زابروجيا وهي أنووية للطاقة الكهربائية إلى جانب مدينتي بيرديانسكا وإنرهودار جنوبي أوكرانيا أيضا ذكر بيان الوزارة أن جميع المدينة في كيف يمكنهم المغادرة بحرية نشرت شركة مكسار الأمريكية الخاصة صورا لأقمار اصطناعية تظهر تحرك قوات برية روسية نحو العاصمة الأوكرانية كيف الشركة التي تتابع الحشد الروسي في الأسابيع الماضية أوضحت أن الصور تظهر ضم هذه الأرتال لمئات العربات العسكرية على بعد قرابة 64 كيلو مترا من العاصمة الأوكرانية فيما لم يتسنى للشرق التحقق من صحة هذه الصور من قبل مصدر مستقل أيضا أظهرت لقطات فيديو نشرتها وكالة روتز قوات روسية ومجموعة من الانفصاليين بعد سيطرتهم على بلدة ستانتسيا لوجانسكا بإقليم لوجانسك نتابع هذه الصور ترجمة نانسي قنقر بيتزامن أيضا مع وصول الوفد الأوكراني إلى بلاروسيا لإجراء مفاوضات مع روسيا لوقف الحرب قال مكتب الرئيس الأوكراني أن الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو وقف إطلاق النار فورا وسحب القوات الروسية أيضا كانت روسيا قد أعلنت أن وفدها ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء هذه المفاوضات التي يتوقع أن تجرى في غضون الساعة القليلة المقبلة وفي وقت سابق أفادت وكارت سبوتنك أن الوفد الأوكراني المفاوض وصل إذن إلى أراضي بلاروسيا للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من موسكو موفدت الشرق ديالا الخليلي مرحبا ديالا أبدأ معك من هذا الخبر الذي انتهيت به لأتو هذه المفاوضات المنتظرة بين أوكرانيا وروسيا هل بدأت هذه المفاوضات بداية؟ نعم صحر المفاوضات لم تبدأ بعد الآن تصلنا عواجل من المتحدث باسم الكريملين دميتري بيسكوف الذي قال أعرب عن أسفه بأن هذه المباحثات لم تبدأ قبل يوم لأنها تأخرت لأن المفاوضات كان من المقرر أن تبدأ أمس وكذلك هنا يشير بيسكوف إلى أن الجنب الروسي لم يفصح عن النقاط التي سيتم مناقشته نحن نعلم بشكل عام بأن روسيا تدعو إلى نزع السلاح في أوكرانيا وعظم انضمام أوكرانيا إلى الناتو وهنا أشار بيسكوف إلى أن روسيا لم تفصح عن النقاط التي سيناقشها الوفد الروسي مع الوفد الأوكراني خلال هذه المفاوضات لأن بيسكوف أشار إلى أن هذه المفاوضات يجب أن تجري في مسار دبلوماسي وبهدوء المفاوضات قبل ساعة تقريبا وصل الوفد الأوكراني بالفعل عبر علامة مروحية عسكرية قادمة من الجانب البولندي إلى المنطقة الحدودية لنقطة تفتيش كان هناك مصرح قبل يوم بأن المفاوضات ستعقد في مدينة جوميل البيلاروسية الواقعة ليست ببعيدة عن الحدود الأوكرانية والروسية لكن بعد ذلك تم نقل هذه المفاوضات أشارت الوكالات بأن المفاوضات ستجري في نقطة تفتيش قرب الحدود البيلاروسية الأوكرانية اليوم كان هناك تصريح لرئيس الوفد الروسي الذي قال بأن المفاوضات تم تأجيلها منذ أمس حتى اليوم لعدة مرات لأنه كان هناك صعوبات لوجستية عند الجانب الأوكراني لكن الجانب الروسي في انتظار هذه المفاوضات قبل قليل وكالة بيلتا البيلاروسية الرسمية نشرت فيديو من داخل قاعة هذه المفاوضات كان هناك صحفيين بيلاروس وروس أيضا في انتظار هذه المفاوضات كذلك قبل قليل السفارة الروسية لدى مينسك أشارت بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تبدأ خلال دقائق لكننا لازلنا يعني منذ ثلاث دقائق ألقيت نظر على وكالات الأنباء على العواجب ولم يرد هناك بأن المفاوضات بدأت كذلك كان هناك تصريح قبل وصول الوفد الأوكراني أو مع وصول الوفد الأوكراني للجانب الأوكراني بأن الجانب الأوكراني أبرز القضايا التي سيناقشها خلال هذه المفاوضات هي خروج روسيا بانسحاب روسيا بشكل كامل من أراضي أوكرانيا إلى جانب وقف فوريا لإطلاق النار عن هذه الشروط التي ذكرتيها الأولوية بالنسبة لكييف في هذه المرحلة هي وقف إطلاق النار سحب القوات الروسية هل ممكن أن تبدي موسكو مرونة حيال هذه الشروط أم أن المسعى التفاوضي منفصل عن هذه التحركات العسكرية على الأرض بوجهة النظر الروسية ما الذي يجل حديث عنه بشأن هذه التفاصيل نعم سحر يعني الجانب الروسي أكد مرارا وخلال أيام الأخيرة يجدد تأكيده بأن ما يهم روسيا هو أن يتم نزع السلاح في أوكرانيا وبالطبع أظن أن خلال هذه المباحثات سيتم التطرق إلى هذه الجانب الأوكراني حتى على لسان زيليانسكي يقول بأنه لا ينتظر من هذه المفاوضات لنقل الجولة الأولى من هذه المفاوضات بأن يكون هناك أي قرار أو أي اتفاق لأن زيليانسكي يرى بأن هذه المفاوضات هي فرصة حتى لو صغيرة لكن أظن أن هذه المفاوضات إن تمت اليوم لن يتم هناك التوصل لاتفاق لأن هناك خبراء يرون بأن الجانب الأوكراني بشكل عمدي يماطل في المشاركة في هذه المفاوضات لماذا يماطل إذا كان هو المتضرر بالمشاركة؟ لماذا يماطل يا ديالا؟ نعم هو يماطل هو يعتبر بأن ربما الجانب الروسي سيقف العمليات أو سيكون هناك أي تحركات جديدة لكن خلال الموافق الأولى عندما اقترح الجانب الأوكراني بأنه سيعقد مفاوضات مع الجانب الروسي وافقت موسكو أمر بوتين في 25 فبراير بوقف العمليات العسكرية الرئيسية في أوكرانيا وفي اليوم التالي في 26 فبراير عندما رفض الجانب الأوكراني التفاوض في مينسك لأنه اعتبر بأن هناك أعمال عدائية تصدر عن مينسك واقترح أماكن أخرى بوتين أمر باستئناف هذه المفاوضات في هذه العمليات العسكرية وعندما أعادوا والحديث عاد بأن هناك ربما ستتم المفاوضات أمس وقبل أمس قال الجانب الروسي بأن هذه المرة حتى لو وافق الجانب الأوكراني بالانخراط في هذه المفاوضات روسيا لن تقف عملياتها العسكرية كما كانت المرة الأولى وقد يكون أيضا زيلنسكي بانتظار أن تصل كل هذه المساعدات العسكرية إلى داخل الأراضي الأوكرانية لعلها تحدث فرق قبل هذه المفاوضات وتشكل عامل ضغط تملك أوكرانيا في هذه المرحلة أشكرك إلى الآن موفة شرق ديالة الخليلي كنت معي من موسكو بالتأكيد سنعود لك في خلال هذه الضغطية المستمرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا